بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أمين الزهر القناة المختصة في تعليم دروس الفوتوشوب والمنتاج وغيرها من المعلومات التقالية لهذا الدرس الثاني من تعليم دروس الفوتوشوب نتعلم طريقة فتح المجلد جديد او صفحة جديدة او واجهة اعمل ما عليك فقط الى ان تذهب الى فيشي نوفو كما تلاحظون كوموند ان نضغط هنا نوفو تنبثق لك هذه الواجهة نضغط اوكي كما تلاحظون هذه هي الصفحة اذا نغلقها هنا الطريقة الثانية كما تلاحظون نوفو هناك اختصار كونترول ان او كوموند ان نضغط في الكلافي يعني لديه ويندوز يضغط كونترول معها ان حرف ان ولي عنده مك يضغط كوموند معها ان تمثق لك نفس الجدول نفس النافذة نضغط اوكي اذا كما تلاحظون هناك طريقة نضغط فيشي او كوموند ان تمثق لك هذه النافذة فيها المقاييس ستختار المقياس الذي تريد يعني فيها من كل الفورما فورمات الفوتوشوب وفيها ايضا بابي فورما اي اس امريكية او انترناشنال او فوتو يعني مثل الفوتوغراف يعني جميع المقاييس الفوتوغراف وغيرها ما تختار تريد ان تختار او العمل عليه واب او فيلم فيديو اذا بعد ما تختار هناك يعني في اللوحة الثانية يعني هناك سنتيمتر بيكسل بوز بوان يعني كل خاصية تقريبا نستعمل سنتيمتر والبيكسل الا في حالة اذا اردت ان تستعمل او غيرها ممكن تستعمل بوز او ميليمتر او غيرها يعني نستعمل تقريبا البيكسل او السنتيمتر يعني اه مقياس المشهور يعني الاجدي هو تقريبا اثناشنالف وعشرون ثمانون اثناشنالف الف ومائتين وثمانين انا عشر الاف وثمانون كما تلاحظون هذا هو المقياس الاجدي تقريب تستطيع ان تضع الريزوليسون التي تريدان اذا كانت صغيرة تضغط 300 400 500 اذا كانت كبيرة تنقص العدد الى 172 الكولار اتركه الى RGB هذه اتركها 8 بيت هذه الصفحة تفتح بيضة او تفتح الى كولار ريال بلون او تفتح ترونسبارون اذا كل شيء تطرفه على حالة اذا ننت وهنا اسم البروجيت نكتب تست كما تلاحظون بعد الانتهاء ضغط اوكي تمثقنا هذه الوجهة ونستطيع حين ان نفعل بها ما شئنا اذا ارجو انكم استفدتم من هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكي يصلكم كل جديد في قناة امين الزاري تأليم درس على فاتوشوط مونتاج معدلكم فقط الى الاشتراك والدخول في مدونتنا مدونة امين الزار للمعلوميات ولا تنسونا على رابط الموقع امين الزار.تكا اذا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته